بما أننا بنتكلم عن كسر دائرة الإساءة في التربية فخذها كده يقيناً بلا شتات إن أكتر حاجة تفسد نفسية أولادنا لو حد من الأهل في صفات المنافقين إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا أتوم نخان أو إذا خاصم فجر إلا أربع صفات دون هقول لك على مثال إنت راكب مع واحد صاحبك عربيته شاب زيك كده وإنت كبير داخل غلط ومشي عكس الاتجاه تقول لك بس ابني غلط حرام عليك نعمل حادثة تكلم كده بيعني إيه بشكل كده خفيف كده وخلص الموضوع لكن لو راكب مع الشيخ اللي بيعلمك قرآن أو دين تعرب بنا اللي بالنسبة لك مصدر القيم وداخل غلط بالعربيه انت بتسكت كده وبتبلم وبيجي أفكار في بالك هو عشان يأثر الطريق دخل غلط طب ما هو ربنا شايفنا لو كان في عسكري واقف ما كانش عمل كده لأنه بيخاف من البشر ما بيخافش من ربنا وما إيه حكاية القيم والدين بتخش في لوب كده تسفلية وتنازلية عارف بتاخدك لتحت كده صدمة إن المفروض مصدر الثقة ما عندوش قيم حصل لك شيء من التناقض ده اللي بيحصل لولادنا ومش بيتكلموا لأن الراعي الكير جيفر اللي هو الأب والأم المفروض هو منبع القيم في الدنيا بالنسبة لي آه ممكن ساعات نتنرفز على عيالنا وبعدين نطبطب عليهم ممكن نعمل تصرفات كده فيها اندفاع لكن أكذب علشان مصلحتي أب يشتري حاجة غالية وهو مع أولاده في المول وبعدين يقول يا أولاد لما نروح البيت بقوله الماما إنها جات لي هدية عشان ما تقعدش تقولي بتصرف فلوس الله هو حضرتك ممكن تجذب لما تتزنق تناقض يحصل عند العيال وبعدين ده إذا حدث كذا إذا وعد أخلف أبقى واعد بهدية معينة وعندي قدرة جبها أو واعد بالتواجد في شيء معين وعندي قدرة ويبقى إبني عارف إن عندي قدرة مش مثلا حصل لي عجز وإن شاء الله ربنا هيخلي قلبه يتفهم لا ده أنا بخلف الوعد عشان مكسل أو زهقان أو بعقبه بخلف وعدي حصل عندي العيال شيء كده من اللخبطة وإذا وعد أخلف أبقى عمال أقول لهم مهم نتقابل يا أولاد والغدا مهم وبقى أنا أكتر واحد بتأخر على المواعيد دي وإذا أتومي نخان البنت اللي بتحكي لأمها أسرارها وبعدين تتفاجئ إن الأم حكي لأمها وحكي لأختها أي دي ما بنرغي في التليفون بدل ما إحنا عادين سكتين كده وبعدين ممكن في وسط مشكلة تعايرها إن هي ضعف الضعف معينة وحكيت لها السر عشان بتلجأ ليها إذا أتومي نخان حصر ربكة عند العيال ولا إذا خصم فجر بقى وبدأنا نستغل نقاط ضعف عيالنا أو إن عائرهم بنقاط ضعفهم أو الأب والأم يبقى لما بيتعصب بيهين إهانة غير آدمية سواء في الشتيمة أو المعايرة بخلقة الله سبحانه وتعالى روح بشكلك المعاية يقطع الخاميرة من البيت عارف الكلام ده إحنا بنقعد نقوله بنهزر الإبن لما بيستقبل الكلام ده من أهله بيحس هو أنا لما تعصب مسموح لي أدوس على رقبة واحد بالطريقة دي ولا أب مثلا يطلع ابنه من مدرسة بيعاقبه عشان صحابك اللي بتحبهم فأنا هطلعك من مدرسة عشان اتكلمت معايا بطريقة مش كويسة والسنة الجاية هتروح مكان جديد يا علاقة دب ده هو إزاي ممكن يبقى فيه قصوة في العقاب كده إعكس بقى الكلام ده على عيال أسوياء وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولده على بره فخذها كده بلا شتات على وجه اليقين عايز العيال يطلعوا أسوياء تجنب سلوكيات وأخلاق المنافقين